أطلقت وزارة الخارجية التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب لعام 2022 باللغتين العربية والإنجليزية وأوضحت الخارجية أن التقرير يستعرض جهود الدولة ومقاربتها الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وأشار التقرير إلى أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والوقاية منهما تعتبر إحدى أولويات الدبلوماسية المصرية حيث تطلع مصر بدور بارز على صعيد تعزيز المنظومة الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب